بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطوير في الصف الثاني فنوي في الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات وموضوعنا هو الجزء الثاني من الاحتماد الهندسي من اعداد سميرة السالم ومن تقديم صالح شميم ري فأهلا بكم سنتعلم ان شاء الله هذا اليوم استعمال المساحة لإيجاد الاحتماد الهندسي وايضا استعمال قياسات الزوايا لإيجاد الاحتمال الهندسي اذا الاحتمال والمساحة اذا اخترت النقطة اي عشوائيا في هذا المستطيل اي فان احتمال ان تقع النقطة اي في الدائرة بي يساوي مساحة الدائرة بي على مساحة المستطيل اي ايضا لدينا هدفان لا بد ان نفترضهم عند تحديد الاحتمال الهندسي الهدف الاول ان وقوع الهدف ضمن منطقة محددة ايضا ان احتمال وقوع الهدف في اي مكان من المنطقة متساوي وسنأخذ امثلة على الاحتمال الهندسي مثال يصوب محمد على هدف مكون من اربع الدوائر متعدة المركز اذا كان نصف قطرة دائرة الصفراء واحد متر ويزداد نصف كل قطر دائرة تالية بمقدار اثنين متر فما احتمال ان يصيب الدائرة الصفراء الدائرة الصفراء نصف قطرها واحد متر ويزداد نصف قطر كل دائرة بمقدار اثنين متر احتمال أن يصيب الدائرة الصفراء يساوي احتمال يصيب الدائرة الصفراء يساوي مساحة الدائرة الصفراء المراد إيجاد احتمالها على مساحة الهدف طيب مساحة الدائرة الصفراء أنا عندي المنطقة الصفراء هي دائرة طيب مساحة الدائرة باي آر تربيع والآر عندي بكم الآر معطني إياه في السؤال هو واحد متر إذن باي واحد تربيع وبالتالي هذا هو مساحة الدائرة صفراء مساحة الهدف إذا كان نصف قطر هذه الدائرة صفراء واحد متر ويزداد اثنين يعني واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة إذا مساحة نصف قطر هذه الدائرة كاملة هو باي سبعة تربيع لأن نصف قطرها كم؟ سبعة وبالتالي باي سبعة تربيع يساوي واحد على تسعة وأربعين إذن يساوي تقريبا 2.4% تقريبا إذن هذا هو احتمال أن يصيب الهدف الدائرة الصفراء تدريب بنفس السؤال ما احتمال أن يصيب الدائرة الزرقاء لاحظوا معي قبل قليل قال لي ما احتمال أن يصيب الدائرة الصفراء الآن قال لي ما احتمال أن يصيب الدائرة الزرقاء إذن الاحتمال اللي عندي هنا احتمال أن يصيب الدائرة الزرقاء يساوي مساحة الدائرة الزرقاء على مساحة الهدف إذن مساحة المنطقة الزرقاء اللي عندي هنا لابد من إيجادها إذن مساحة المنطقة الزرقاء هذه هي مساحة الدائرة الزرقاء كاملة مع الدائرة الحمراء مع الدائرة الصفراء ناقص مساحة الدائرة الحمراء مع الصفراء إذن لإيجاد هذه الدائرة لا يوجد إدينا طريقة إلا باستخدام مساحة المنطقة كاملة الزرقاء مع الحمراء مع الصفراء ونطرح منها مساحة الصفراء مع الحمراء إذن مساحة الدائرة الزرقاء مع الحمراء مع الصفراء هي كم؟ هي خمسة تربيع في باي ناقص مساحة الدائرة الصفراء مع الحمراء هو ثلاثة تربيع باي إذن باي خمسة تربيع ناقص باي ثلاثة تربيع مقسومة على باي سبع تربيع يساوي إذن في النهاية رح يكون عندي 16 على 49 16 على 49 في النهاية كم يساوي يساوي تقريبا 32.65% تدريب آخر في شكل المقابل إذا اخترت نقطة داخل المستطيل عشوائيا فما احتمال أن تقع داخل شبه المنحرف إذن احتمال وقوع النقطة داخل شبه المنحرف يساوي مساحة شبه المنحرف على مساحة المستطيل إذن من قانون شبه المنحرف نصف في الارتفاع في القاعدة الأولى زائدا الارتفاع في القاعدة الثانية طبعا القاعدة الأولى هنا في الأعلى هي 10 سنتيمتر أما القاعدة الثانية فنصف القاعدة الثانية لأنهما قسمين متساويان قسم لقاعدة شبه المنحرف وقسم الآخر لقاعدة المثلث نحن نريد قاعدة شبه المنحرف وهي 5 إذن نصف افتح قاوس الارتفاع في القاعدة الأولى زائدا الارتفاع في القاعدة الثانية ويساوي هنا لدينا إذن نصف في عشرة في خمسة زائدا نصف في خمسة في خمسة وزعنا النصف في هذين الحدين على عشرة في خمسة وهي مساحة المستطيل وهي الطول في العرض وبالتالي يساوي ثلاثة على أربعة إذن يساوي في النهاية خمسة وسبعين بالمئة هذا في حال قال لي وقوع النقطة داخل شبه المنحرف طيب ماذا لو قال لي في السؤال ما احتمال أن تقع النقطة داخل المثلث يعني بعد ما جبنا مساحة شبه المنحرف واحتمال وقوعها على هذه المساحة قال لي احتمال وقوعها على هذا المثلث القاعدة السهلة وبسيطة مئة ناقص خمسة وسبعين بالمئة وهي خمسة وعشرين بالمئة على طول بدون ما نجيب احتمال مساحة المثلث على مساحة المستطيل كامدا سؤال آخر إذا اختيرت نقطة واحدة عشوائيا في الشكل المجاور أوجد احتمال أن تقع هذه النقطة في المنطقة المضللة إذن لدينا هنا مربع وهنا مربع إذن احتمال وقوع النقطة في المنطقة المضللة مساحة المنطقة المضللة على مساحة المربع كاملا ومساحة المنطقة المضللة هي مساحة المربع كاملا ناقص مساحة المربع اللي داخله ولدي قاعدة أنه إذا نصفت رؤوس المربع اللي داخل أضلاع المربع الخارجي فإن مساحة المنطقة المضللة أو المنطقة الخارجية غير المنطقة الداخلية تشاوي نصف مساحة المربع كاملا أولا خذونا نجيب مساحة المربع كاملا مساحة المربع كاملا هي الطول في العرض الطول عندي كم؟ أربعة زي أربعة كم؟ ثمانية والعرض كم؟ العرض زي ثمانية إذن ثمانية في ثمانية نحن نريد نصف مساحة هذا المربع إذا نصف مساحة المربع تشاوي نصف مساحة الجزء المضلل وبالتالي نصف في 8 في 8 يعني نصف الـ 64 نصف الـ 64 32 32 على 64 كم يشاوي يشاوي نصف وبالتالي كم تشاوي هنا تشاوي 50% سنذهب الآن إلى مساحة قطاع في الدائرة إن نسبة مساحة قطاع في الدائرة إلى مساحة الدائرة الكلية كنسبة قياس زاوية القطاع X إلى الزاوية كاملة أو زاوية الدائرة كاملة كم؟ 360 درجة وبالتالي احتمال وقوع النقطة E داخل القطاع الدائري يساوي الزاوية X على الزاوية الكلية للدائرة هي كم؟ 360 درجة وسنأخذ مثال على ذلك مثال استعمل القرص ذا المؤشر في شكل المجاور لإيجاد كل مما يأتي A احتمال أن يقع المؤشر على اللون الأصفر اللي هو 45 درجة على طول يساوي 45 درجة على مجموع زاوية الدائرة كاملة كم؟ 360 درجة وبالتالي يساوي 1 على 8 والاحتمال بالمئة كم يساوي 12.5% إذن احتمال أن يستقر المؤشر على اللون الأصفر هو 12.5% طيب ما احتمال أن يستقر المؤشر على اللون البنفسجي اللون البنفسجي هو 105 درجة إذن 105 درجة على المجموع الكلي 360 وبالتالي احتماله أن يقع على اللون البنفسجي هو 105 على 360 وبالتالي يساوي 7 على 24 و 7 على 24 تساوي تقريبا 29 و 2 من 10 بالمئة طيب ما احتمال أن يستقر المؤشر على اللون الأزرق اللون الأزرق كم؟ 70 وبالتالي احتمال أن يقع المؤشر على اللون الأزرق هو الزاوية الأزرق على الزاوية الكلية 362 إذن 70 على 360 كم يساوي 7 على 36 و يستاوي تقريبا 19 و 4 من 10 بالمئة طيب ما احتمال؟ لحظة 100 عدم استقرار المؤشر على اللون الأخضر عدم استقرار المؤشر على اللون الأخضر يعني نحسب جميع الألوان غير الأخضر 50 زائد 70 زائد 105 زائد 45 على المجموعة الكلية على 360 إذن 50 زائد 70 زائد 105 زائد 45 على 360 يساوي 270 على 360 يساوي 3 أربع والثلاثة أربع بالمئة هي كم تساوي 75 بالمئة سنأخذ أمثل اختيارية مثال رسمت دائرة نصف قطرها ثلاث وحدات داخل مربع طول ضلعه تسع وحدات واختيرت النقطة عشوائيا داخل هذا المربع ما احتمال أن تقع أيضا داخل الدائرة احتمال أن تقع داخل الدائرة هي مساحة الدائرة على مساحة المربع كاملا إذن احتمال وقوع هذه النقطة داخل الدائرة يساوي مساحة الدائرة على مساحة المربع ومساحة الدائرة بما أنه قال لي نصف قطرها ثلاثة مساحة الدائرة هي باي ثلاثة تربيع ومساحة المربع هو الطول في العرض بما أن الطول عند تسعة إذن العرض نفسه تسعة إذن تسعة في تسعة أو تسعة تربيع وبالتالي باي ثلاثة تربيع على تسعة تربيع يساوي باي على تسعة وتساوي تقريبا أربعة وثلاثين وتسعة من عشرة بالمئة إذن الإجابة الصحيحة هي السي مثال آخر إذا اخترت نقطة واحدة عشوائيا في الشكل المجاور أوجد احتمال أن تقع هذه النقطة في المنطقة المظللة أولا عجد النقاط المظللة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة على المجموعة الكلية للمربعات المجموعة الكلية للمربعات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة على ثلاثين إذن هل الإجابة ثلاثة وعشرين بالمئة أو خمسة وعشرين بالمئة أو ثمان وعشرين بالمئة أو ثلاثين وثلاثين بالمئة إذن احتمال وقوع النقطة في المنطقة المضللة يساوي عيد المربعات المضللة على عيد المربعات الكلية وعيد المربعات المضللة هي سبعة على عيد المربعات الكلية الذي كامل ثلاثين إذن سبعة على ثلاثين يساوي تقريبا ثلاثة وعشرين بالمئة وبالتالي الإجابة الصحيحة هي السؤال آخر اكتشف الخطأ حسب كل من عمر وسالم احتمال وقوع النقطة التي يتم اختيارها عشوائيا داخل الدائرة في المنطقة المضللة أيهما حله صح وضح تبريرك قال عمر احتمال أن يتم اختيار النقطة عشوائية داخل المنطقة المضللة هي قياس زاوية القطاع المضلل على 360 وقال سالم أنه نفس قانون قياس زاوية القطاع المضلل على 360 لكن عمر أجاب هنا 50 على 360 وهنا سالم أجاب 60 على 360 أيهما إجابته صحيحة طيب مساحة المنطقة المضللة هي نجمع جميع الزوايا اللي عندي ونطرحها من 360 360 ناقص مجموع 125 زائد 60 زائد 125 125 زائد 60 زائد 125 كم يساوي؟ يساوي 310 إذن 360 ناقص 310 هي قياس الزاوية هذه إذن 360 ناقص 310 يساوي 50 هنا 50 هنا 60 أيهما الإجابة الصحيحة اللي إجابته صحيحة هو عمر وبالتالي الإجابة الصحيحة هي عمر الخطأ عندي هو أنه في عند سالم لم تتم عملية الطرح صحيح وبالتالي الإجابة الصحيحة هي عمر إذن 360 ناقص 60 زائد 125 زائد 125 يساوي 50 إذن عمر هو الإجابة صحيحة وسالم هو الإجابة الخاطئة ماذا تعلمنا في هذا الموضوع الاحتمال الهندسي؟ تعلمنا الطول والاحتمال والمساحة والاحتمال والقطاع الدائل والاحتمال إذن الطول والاحتمال المنطقة أو طول المستقيم بي سي على طول المستقيم كاملا في حالة إذا قال لي ما احتمال أن تقع النقطة على بي سي طيب الاحتمال الهندسي والمساحة الاحتمال الهندسي والمساحة إذا كان عندي دائرة ومنطقة أخرى اللي هي مستطيل احتمال وقوع النقطة على الدائرة بي هي مساحة الدائرة بي على مساحة المستطيل اي أما في حالة القطاع الدائري والاحتمال فإنه احتمال أن يتم اختيار نقطة على المنطقة المظلة له هي قياس الزاوية في المنطقة المضللة له X على مجموعة قياس الزاوية في الدائرة هي 360 نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم أعزائنا الكرام وإلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته